موسيقى احنا حاليا في مشروع كومباون 28 جنة احدى مشروعات وزارة الاسكان اللي بيتمثل نقلة حضارية في ظل توجيهات القيادة السياسية بانشاء وحدة لكل مواطن مع اختلاف طبعا المستويات واللي بي دايما بنراعيها في توفير كافة الوحدات احنا هنا في كومباون 28 جنة واللي تم الانتهاء منه بالكامل وجاري حاليا مراحل التسليم للمواطنين مشروعات الاسكان في ضميات الجديدة متنوعة وده اللي ميز مدينة ضميات الجديدة انها ضمت كل مشروعات الاسكان اللي تبنتها الغادة السياسية بداية من الاسكان القومي او الاسكان المميز بالاضافة للاسكان المتوسط الداخل والاقارب من المتوسط والاسكان الفاخر مدينة ضميات الجديدة كان لها نصيب انها تنفس اكتر من حوالي 11000 واحدة سكنية ما بين الاسكان المتوسط دار مصر والاسكان الاقل من المتوسط سكن مصر والاسكان الفاخر جنة وده كلها مشروعات تم تنفيذها من بداية توليق قيادة السياسية في 2014 وكان لمدينة ضميات الجديدة نصيب كبير منها وحاليا معظم الوحدات دي تم تسليمها للمواطنين سواء في دار مصر واحد واثنين سواء في سكن مصر على كافة قطاعاته او في جنة اربعة واربعين او تسعة وخمسين او مؤخرا تمانية وعشرين اللي احنا فيها وان شاء الله احنا حاليا في مراحل تسليمها للمواطنين بالنسبة للاشغال في مدينة ضميات الجديدة في معظم المشروعات اللي تم تسليمها يكاد يكون بالنسبة 100% لان مدينة ضميات الجديدة هي منطقة جازبة للسكان وبالتالي احنا عندنا اقبال كبير من كل القضاعات ومن كل المواطنين على السكن فيها بل بالعكس احنا معظم الطرح اللي بيتم من خلال وزارة الاسكان في مدينة ضميات الجديدة بيتم الحكز بالكامل لكافة الوحدات واشغال متكامل ويمكن حضرتك شايف دينا لسه في بداية التسليم المرحلة الاولى من جنة 28 والاسكان خلاص على وشك الانتهائيا كعادة هيئة المجتمعات العمرانية وزارة الاسكان اي مشروع سكن يتم تنفيذه عبارة عن مجتمع عمراني متكامل لازم يكون في اسكان لازم يكون في مسطحات خضرة لازم يكون في اسوأ لازم يكون في خدمات احنا مخاططاتنا دايما متكاملة الخدمات يعني احنا في المشروع اللي احنا فيه فيه سوق تجاري بيتم تنفيذه فيه حضانة في منطقة مخاصصة المسجد بخلاف طبعا الانشطة الخدمية للمشروع دي مشروعات البنية الاساسية ودي دايما اللي احنا بنهتم بها كمرحلة الاولى قبل تنفيذ اي مشروع يعني احنا حاليا في احدى مثلا المشروعات الاسكان المشروع زي من سيادتك شايف متكامل الخدمات طرق مية صرف ري تليفونات خدود غاز كل المشروع بالكامل متكامل الخدمات بالعكس احنا دايما وابدا بنهتم بتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وعلى ضوء الكلام ده مش بس في مشروعات الاسكان لا حتى في المدينة نفسها يعني سيادتك حاليا احنا بننفذ عدد كبير من مشروعات رفع الكفاءة اولها مثلا رفع كفاءة وصيانة بعض الطرق الداخلية في المدينة رفع كفاءة طرق المنطقة الصناعية علشان خاطر تأهيلها كمنطقة جذب للمستثمرين وتوفير خدمات للمصنعين باعتبار ان الصناعة حاليا هي اهتمام القيادة السياسية حاليا بيتم رفع كفاءة المنطقة الحرة الصناعية ايضا وتوفير كافة الخدمات فيها رفع كفاءة الشاطئ العام لتوفير عناصر الجذب السياحي لان مدينة ضمياطي كده بتميز بشاطئ طوله 9 كيلو متر على صاحب البحر ربيض المتوسط وبالتالي ده خلانا ناخد الدفعة اننا لازم نهتم بها كمدينة سياحية علشان كده احنا طرحنا عملية رفع كفاءة للشاطئ العام وابتدينا بالفعل مراحل التنفيذ الاساسية بتاعته بتكلفة اجمالية المشروع تقريبا حوالي 62 مليون جنيه في الوقت ذاته اللي تم التنصيق مع حماية الشواطئ وتعزيز المناخ وتم تنفيذ ضيك بطول 7 كيلو متر لحماية المدينة من نواة البحر أو الشواطئ بخلاف اننا كمان خدنا منهم جزء حوالي 500 متر لتطويره كمامشة سياحة مستدام وخباك لأول مرة في قطاع الدلتة بالكامل بيتنفذ بخلاف اننا كمان انشأنا شواطئ استثمارية خاصة علشان خاطر عنصر الجذب السياحي للمواطنين والمستثمرين نطورنا المنافذ اللي على الشاطئ العام بعدد محترم وكافي لتوفير عناصر الجذب السياحي للمواطنين احنا هدفنا اننا في مدينة ضميات جديدة ناخد المكانة التي نستحقها كمدينة سياحية على شاطئ مميز بهذا الطول اشتركوا في القناة